ده كله تفكير باهت وتفكير غير حقيقي وتفكير في الحقيقة الناس اللي مش فاهمين يعني إجواز الإنسان إذا أتقل الاختيار وأحسن الاختيار الله سبحانه وتعالى لا يوضيع أجر من أحسن عمل فمن اختار اختيارا صحيحا فالله سبحانه وتعالى قاسم له من المدد ومن العون فيكون الجواز مليان مدد من ربنا سبحانه وتعالى ويمكن ده أحد معاني قولي تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة يعني إيه هتختيار اختيار حسن الله سبحانه وتعالى يكون مليلك البيت مودة ورحمة وهتسكن فيه علشان كده لابد من التواصل للرحيم الودود يعني إيه التواصل للرحيم الودود وفيه تواصل مش رحيم ودود طبعا فيه التواصل التحدي تعالى أذكركم جملة من التواصلات اللي بتحصل في أول الجواز وبساعات بتستمر في الجواز وفي الغالب بيبقى هي دي التواصلات اللي بتسبب مشاكل كبيرة تواصل التحدي تواصل الانتقام التواصل الانتقام اللي فيه إيه اللي فيه المكيدة تواصل المكيدة ده تواصل أخذ الحق تواصل لف والدوران يا أنا ربي ده على تواصل لف والدوران دوت والتحوير لا تواصل يجيب ضغط يخلي الواحد والعزو بالله يحس إنه هو عايش فيه متاهة مش هيقدر يخرج منها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى ماذا؟ إلى البر وإن البر ههدي إلى الجنة الشخص المصصدق ده اللي بيلفه ويدور ده وتواصل ده ده يحرق السدر ده ده تواصل يحرق السدر فيه كده؟ ياه ياه ما شفت التواصل ده يبقى الابتلاء مش هو الأساس في الجواز زي الحياة الابتلاء مش هو الأساس فيها والابتلاء مش هو الأساس في الصحة ولا العمل ولا الأصل في الحياة الابتلاء لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا ولكن خلقنا ليهذبنا طيب وده معنى ايه نتعلم التواصل يا سيدي محدش بتولد بيعرف يتواصل ولذلك انا بقولكم محدش بتولد الراجل مش بتولد وهو عارف يعني ايه امرأة ولا المرأة بتتولد عارف يعني ايه رجل فاذا كنا عنا تواصل يبقى لازم كل واحد فينا يعرف الطبع المختلف للاخر ستات كتيرة بتعتبر ان هي عارفة الرجال وهي عارفة شوية صور باهتة سيئة لعن الرجال الرجال متحكمين متصلتين الرجال ما بيسمعوش غير نفسهم الرجال النارجسيين وهو شايف ان الستات رغيات الستات مديات الستات ابدا ما بيرايحوش طلباتهم ما بتنتهيش هلا يمكن ده تبني عليه تواصل انت كده خلاص انت مستعد ان انت تتخانق مع عدوك الستات دي اكيد هتدمرك والراجل ده اكيد هستهلكك ده ما يحصلش تواصل له التواصل الزواجي يا سادة يختلف عن اي تواصل تاني ولذلك قلنا ان هو تواصل رحيم ودود وجعل بينكم مودة ورحمة وعشان كده عشان احنا مش متضربين عليه خالص اللي حاصل بيحصل المشكلات ان احنا بنشوفها فيكون عندنا مشكلات واحنا مضربناش اولادنا على ده زي ما احنا مثلا تواصل الام مع الابن المراهق بيحصل العناد كذلك تواصل الزوج مع امراته بيحصل في العناد